حرف الياء للصف الأول الابتدائي الترمو الثاني العام 1441 هجرية 2020 ميلادية ألاحظ الصور وأتحدث ثم أستمع هنا ياشر وهنا النادي الرياضي يسبح يلعب ننظر إلى هذه الأشياء في النص ألاحظ الصور وأقرأ قال الأب فواز يحب الرياضة فهو يذهب معي إلى النادي ويحيي مدربه ويتدرب مع رفاقه بحماسة يرقد ويقفز بنشاط فالرياضة تقول جسم وتنشط العقل قال الأب فواز يحب الرياضة فهو يذهب معي إلى النادي ويحيي مدربه ويتدرب مع رفاقه بحماسة يركض ويقفز بنشاط فالرياضة تقول جسم وتنشط العقل قال الأب فواز يحب الرياضة فهو يذهب معي إلى النادي ويحيي مدربه ويتدرب مع رفاقه بحماسة يركض ويقفز بنشاط فالرياضة تقول جسم وتنشط العقل أقرأ يحب الرياضة يذهب النادي يحيي يحب الرياضة يذهب النادي يحيي 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 الرياضة يذهب النادي يحيي أول كلمة يحبك يتدرب يركض يقفز تقوي يتدرب يركض يقفز تقوي يتدرب يركض يقفز تقوي أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف الملونة يذهب اليا عليها فتح ي يحيي اليا تحتها كسرة ي يحب اليا عليها ضمة ي يذهب اليا عليها فتح ي يحيي اليا تحتها كسرة ي يحب اليا عليها ضمة ي يذهب اليا عليها فتح ي يحيي اليا تحتها كسرة ي يحب اليا عليها ضمة ي أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المدي يا يوي هنا سريع حركة واحدة يهي 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 يه هكذا ثم النقطتين ملسوقتين في النصف هكذا والنقطتين ملتصقتين وهكذا الياء في النهاية إذا كانت متصلة وهكذا إذا كانت منفصلة الياء في البداية هكذا مع الضمة في المنتصف هكذا وفي النهاية وفي النهاية إذا كانت متصلة أرسم دائرة حول الحرف ياء ثم أكتبه نرسم دائرة حول حرف ياء هنا ونكتب الياء هنا وحرف الياء ثم نكتبها نرسم دائرة حول حرف الياء ثم نكتبه وحرف الياء ثم نكتبه أصفوا مشاهداتي التي أراها يوميا وأنا في طريقي إلى مدرستي مثلا أقول رأيت سيارة السيارات هذه كلمات فيها ياء تلاميذ تلميذ أكتب العبارات الآتية مضبوطة بالشكل هكذا الألف يكون تحت الألف اللام تحت اللام الراء تحت الراء يعني أبدأ من هنا وأنتهي هنا مع الحركات لا أكتب الكلمة من بداية ولا من النهاية أكتبها أسفلها حتى أقلد وأرسم الحرف كما هو بالضبط وهنا إملاء منظور ثم إملاء اختباري وهنا نشاط إثرائي أصابع اليد اختلفت الأصابع الخمسة فيما بينها أيهم الأهم قال الخنصر لهم أنا أصغركم جميعا ومتى اجتمعتم في خدمة نافعة تستندون علي فأحملكم جميعا عندها أدرك الجميع أن التعاون بينهم هو أساس أصابع اليد اختلفت الأصابع الخمسة فيما بينها أيهم الأهم الأهم قال الخنصر لهم أنا أصغركم جميعا ومتى أصغركم جميعا أصغركم جميعا أصغركم جميعا أصغركم جميعا أصغركم جميعا